على بطولة الأم الأفريقية نروح لمدخلة مهمة جداً جداً وخصوصاً قبل مبارات النهائية إن شاء الله يوم جمعة ما بين الجزائر والسميجال عشان كده معي على الهاتف هذه اللحظات كابتن الكبير هو أسطولة الكرة الجزائرية كابتن صالح عصاد يا كابتن صالح مسائل خير على حضرتك صلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسائل خير على حضرتك مرحباً أهلاً بكم أهلاً منورنا في شاشة قناة النادي الأهلي أكيد أكيد طيب إحنا عايزين نتكلم طبعاً على مباراة الجزائر وحباك أحد نجوم وأساطير الكرة الجزائرية والناس أكيد مش هتنسى كاس عالم 82 والفوز على ألمانيا والأداء الأكثر من رائع على المنتخب الجزائرية وحباك كنت أحد أعضاء الفريق في هذا التوقيت فبالتالي إحنا عايزين نستغل فرصة التواجد حالتك معنا ونتكلم على المباراة الحاسمة المقبلة ما بين الجزائر والسنغال وأخيراً إن شاء الله بإذن الله الجزائر عندهم فرصة بإذن الله أنهم يفوزوا بهذا اللقب كيف طرع هذه المباراة؟ تتكلم على المباراة تأتيهم الكبيرة؟ بالضبط، المباراة النهية نعم، يعني صراحة فريقة الجزائرية، فريقة 2012، كان فريقة قوية من كل جوانب يعني كان مع المدرب الجديد بالماضي يعني أعطى الشيري كان منطلر والشيري كان مخصوص يعني في الفريقة الجزائرية يعني أنا قول الفريقة الجزائرية حالياً يعني يأدي في مقابلة جيدة كويسة جيداً فريقة ألعر شيري اللعب قوية، لعب جميل وطاكتيكي، ولعب في الدفاع وفي مصد الميدان وفي الهجوم يعني متساوي، يعني فريقة قوية ألعر بشيري غير عادي لأول مرة يعني في هذه، ربما في 15 سنة عند الأخيرة طيب، شايف المباراة إزاي وإيه المطلوب من لعبة المنتخب الجزائري ومطلوب كمان من جمال بالماضي مدير الفني الرأى على المنتخب الجزائري في الظل إن أخيراً وصلوا المباراة النهائية منذ عام 90 بالتحديد لما الجزائر فازت بالبطولة المرة الوحيدة لما كانت تستضيف هذا الحدث المطلوب منهم إيه؟ ووجهت نظر حضرتك كافة الجزائر أرجح إن شاء الله في هذه المباراة أو لا؟ ومطلوب أن الفريق الجزائري يكون يعني في أن يلعب يعني كما لعب المقابلة الأولى يعني من قبل المقابلة الأولى مع السنغال وكيميا وطنغانيا والفريق الأخير مع نيجيريا أن يعيد المقابلة التي ضارع يعني مع الفريق نيجيريا أنا المطلوب من الفريق الجزائري حالياً طيب حضرتك كنت متواجد في المعسكر الأخير للمنتخب الجزائري قبل وصولهم لمصر المشاركة في البطولة قل لي كوليس الكلمات اللي كانت ما بينكوا في المعسكر وهل حضرتك كنت واثق إن المنتخب الجزائري ممكن يوصل لإنهاء البطولة؟ سامعني حضرتك؟ حضرتك كنت متواجد في المعسكر الأخير للمنتخب الجزائري قبل بطولة الأمم الأفريقية الكواليس كانت إيه في المعسكر ده وخصوصاً إن المنتخب الجزائري بعدما وصل مصر قدر إن هو يكمل بطولة لحد الآخر وهل حضرتك كنت متوقع إن المنتخب الجزائري يوصل لإنهاء البطولة؟ والله ما فهمت من التالي سؤال طيب أنا بأش طيب ما فهمت سؤال ما فهمت سؤال يعني حضرتك كنت متوقع إن المنتخب حيوصل للنهائي منتخب الجزائري؟ يعني بالمقابلة أنا شفت يعني شفت فريق الجزائر في قطر يعني كان في معسكة الزرطة ما هذا اللي أنا بسأل حديثك فيه تفضل نعم اتفضل أنا ده اللي بسأل حديثك فيه تفضل والله مني فهم سواء مني فهم سواء ملاح اتفضل جاء وحديثك كامل تايم شكرا شكرا ماشي باشكر حديثك شكرا جزيلا كابتن صالح عصاد طبعا أحد أساطير الكرة الجزارية شكرا جزيلا